السيد رمطان العمامر السيد رمطان العمامر دعمنا التام لجهوده ومساعيه التي تهدف لتحسين أداء منظمتنا والتعزيز دورها وفق الركائز الثلاث التي ينص عليها المثاق الأمن والتنمية وحقوق الإنسان السيد رئيس تنعقد دورتنا هذه والعالم يشهد توطرات متصاعدة تنبئ بتداعيات خطيرة على منظومة العلاقات الدولية لا سيما في ظل عودة ظاهرة الاستقطاب مثل ما هو الحال بالنسبة لأزمة أوكرانيا وانعكاساتها السلبية التي من شأنها مضاعفة حجم التحديات الوجودية في مجالات حيوية إن هذا الوضع بالتعقيداته ومآلاته التي يصعب استشراف الجميع جوانبها في ظروف الراهنة يسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية التي تطبع آليات الحوكم العالمية وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا للتهميش الذي طال أمده في حق الدول النامية من هذا المنطلق فإن التحولات العميقة التي نشهدها اليوم وبالرغم مما يترتب عنها من صعوبات فإنها تمنحنا في نفس الوقت فرصا للتقييم المسار والعمل على إعلاء المبادئ والأهداف التي قامت عليها منظمتنا وبالتالي فإننا نتفق تماما مع شعار الدورة الحالية ونؤمن أننا بالفعل أمام منعطف حاسم لتفعيل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة التي تثبت يوما بعد يوم أن أمننا الجماع مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار وازدهار كافة شعوبنا دون استثناء السيد الرئيس إن بلادي التي تحتفل هذا العام بذكرى الستين لاسترجاع استقلالها الوطني وهي تواصل بكل عزم مسيرة بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالبجيد طبون تؤكد تمسكها بهذه القيم والمبادئ وعزمها على تقديم مساهماتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وعملا بهذه الروح تستعد الجزائر لاحتضان قمة هامة للدول العربية يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية في هذا السياق وتحذيرا لهذا الموعد الهام تواصل الجزائر مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجد طبون تماشيا مع الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا الصدد ومن هذا المنبر أجدد التأكيد على أن معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من أجوان 1967 وعاصمتها القدس مع إنهاء احتلال الجولان السوري طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولمبادرة السلام العربية وفي هذا الصدد تؤكد الجزائر دعمها للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ونتطلع إلى استقبال الدولة فلسطين قريبا بصفتها الدولة العضو 194 وبنفس العزيمة نؤكد الجزائر مجددا دعمها لحق شعب الصحراء الغربي الشقيق في إنهاء احتلال أراضيه وفي ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال وتدعو منظمة الأمم المتحدة لمضاعفة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام بالصحراء الغربية السيد استفان ديمستورا بغية تمكين طرفين نزاع الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية السيد الرئيس انطلاقا من مواقفها المبدئية وتمسكها بمبادئ عدم للحياز وبحكم تاريخها وتجاربها الثرية في مجال الوساطة الدولية تشدد الجزائر على ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها فسواء تعلق الأمر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات المحلية ترى الجزائر أن كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات لن يتم بصفة مستدامة إلا عبر معالجة أسبابها الجدرية في هذا الإطار وبحكم التوليها ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في جمهورية مالية المنبثقة عن مصاري الجزائر تدعو بلادي المجموعة الدولية لمساندة الأطراف المالية بهدف تسريع وطيرة التجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق وفي الجارة ليبيا نؤكد مرة أخرى على حتمية معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤون هذا البلد الشقيق ومرافقة الأطراف الليبية نحو سياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولته الديموقراطية والعصرية وعلى الصعيد الإقليمي لتزال منطقة الساحل والصحراء تشهد أوضاعاً هشة من جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود على خلفية تمدد ظاهرة عدم الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب التغييرات المناخية أمام هذه الأوضاع المتأزمة وبحكم مسؤولياتها بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا بحكم سياستها المبنية على حسن الجوار والتضامن تعتزم الجزائر تكثيف جهودها بالتنسيق مع الدول المعنية لإضفاء ديناميكية جديدة على آريات العمل المشترك في الجوار الإقليمي للضمان استجابات مشتركة وفعالة تكون في مستوى التحديات التي تفرضها أو يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة جمعاً كما تعمل الجزائر بمعية أشقائها من دول الجوار على تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ضمن فضاء يحقق الرخاء المشترك ويسمح ببلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في المنطقة في هذا السياق أود أن أؤكد أن الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي تظل طرفاً فاعلاً في مشروع التكامل وازدهار القرى وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية وعبر التوجه نحو بلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية لهذا ندعو المجتمع الدولي إلى مرافقة الديناميكية الإيجابية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال الوفاء بالتزاماته ودعم أجندة 2063 للتنمية التي تعبر عن الرؤية المشتركة لمستقبل القرى مع تشجيع إقامة شراكات متوازنة تحترم القرارات السيادية التي تتخذها دول القرى الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي كما نؤمن إيماناً راسخاً أن التطورات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن قارتنا الإفريقية مهد الإنسانية والبعيدة كل البعد عن الصورة النمطية المروج عنها قادرة على تقديم نموذج جديد للحضارة الإنسانية نموذج يضع الإنسان وبيئته في صلب اهتماماته وينير سبل إقامة علاقات ودية بين الدول على أسس العدل والمساواة السيد الرئيس في خضم هذه التطورات وإدراكاً منها لحجم التحديات غير المسبوقة المطروحة دولياً وإقليمياً قدمت الجزائر ترشيحها لعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة الفين وربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين وهو الترشيح الذي حظي بتزكية كلٍ من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إن الجزائر التي تتطلع للدعم الدول الأعضاء خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر جوان من العام القادم تلتزم بأنها ستبقى وفيةً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وستضم جهودها مع بقية الأعضاء في المجلس لإضفاء فعاليةٍ أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات وحلها عبر السبل السلمية ودعم دور المنظمات الإقليمية الفاعلة مع تشجيع مشاركةٍ بارزة للمرأة وفئة الشباب في تسوية الأزمات وضمان الحماية اللازمة لجميع الفئة الهشة السيد الرئيس لا شك لا شك أن المجموعة الدولية تقف اليوم أمام منعطفٍ حاسم وهي مطالبة باتخاذ قراراتٍ جريئة للحفاظ على أمنها الجماعي واستشراف آفاق مستقبلٍ واعدٍ للبشرية جمعها من هذا المنطلق تدع الجزائر إلى ضرورة تفادي أخطاء الماضي ومن جرّ عنها من تبعات وتنادي بضم جهودنا جميعاً لإنجاح مسار الإصلاح وصولاً إلى قيام منظومةٍ عالميةٍ يسودها الإنصاف والمساواة في السيادة والمصالح المتبادلة والتعاون البناء فنحن بحاجة نحن بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى العمل الجماعي والاستنارة بمبدأ وحدة المصير للتفادي انزلاقاتٍ خطيرة تهدد بعودة أحلك فصول تاريخ البشرية المعاصر شكراً على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر سعادة وزير أشؤون الخارجية وجلال وطنية بالخارج الكلمة الآن لصاحب سعادة دينيس رونالدو مونكيدو كولاردس وزير أشؤون الخارجية بنكاراغو ترجمة نانسي قنقر